وبعد أن أسهب المزيع في الشرح والحديث عن الدور اللي لعبته للأسف الشديد عواصم صنع القرار في مشاركة الكامل الصهيوني ولو حتى بالصمت أو حتى بعدم اتخاذ إجراءات حقيقية وواضحة وبالتالي تصبح هذه العواصم مش كلها يمكن بالضرورة لكن أغلبها أصبحت شريكة في هذا العدوان بشكل أو بآخر أو شريكة في هذه الجريمة بشكل أو بآخر خلييني هنا أخد رأيي دكتور حمد فارس أستاذ العلاقات الدولية أهلا بك يا دكتور وكل سنة وحضرتك طيب معال النائب المحترم الجليل الشاطر كل سنة ومعاليك بألف خير يا فنة الله يخليك يا دكتور دكتور نيكا راجوة وهي بترفع هذه الدعوة ضد ألمانيا وشايفة أن ألمانيا قامت بتسهيل الإبادة الجماعية في غزة رأيك في هذه المسألة كيف قامت ألمانيا من وجهة نظر نيكا راجوة بتسهيل عمليات الإبادة طبعا يعني لابد أن يعلم القاس والدانية أن إسرائيل تحصل على أسلحتها أو أكثر دولتين تعطي أسلحة لإسرائيل هي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا ولايات المتحدة الأمريكية تمد إسرائيل بحوالي 69% من الأسلحة التي تحتاجها ألمانيا بتمد إسرائيل بحوالي 30% من الأسلحة أيضا وبالتالي 99% من الأسلحة والمعدات العسكرية التي تذهب إلى إسرائيل تأتي من ألمانيا ومن الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من التصرحات التي خرجت متزنة في الأولنة الأخيرة إلا أنها منذ بداية الأزمة كانت دائما تعطي إسرائيل الحق في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بظريعة أنها تقوم بالدفاع عن النفس وبالتالي هذه التصرحات لا تتفق مع القوانين الدولية ولا تتفق مع القانون الدولي الإنساني وبالتالي هناك بالفعل الكثير من الأسباب التي تجعل لك رجوة ترفع هذه الدعوة لإدانة ألمانيا بارتكابها جريمة إبادة جماعية وبالتالي في كل الأحوال كان هناك دعم دولي كبير لإسرائيل في بداية هذه العملية ولكن التصرفات الإسرائيلية واستخدام الأسلحة التي تأتي إليها من هذه الدول في إبادة النساء والأطفال واستهداف المدنيين وده اللي شاهدناه في فترات كثيرة في خلال هذه الحرب الممتدة منذ أكثر من 180 يوم كدليل قاطع على استخدام هذه الأسلحة لاستهداف المدنيين وارتكاب جريمة إبادة جماعية خاصة معالي النايب أن هناك الكثير من الأسر أسر بالكامل تم محوها من السجلات تماما إحنا بنتحدث عن أسر كاملة كاملة العتاد يعني أسر بكامل أفرادها سواء من جد أو أب أو ابن أو سيدات أو أمهات أو كل ما يمتل الأسر بالطلع وده دليل قاطع على أن إسرائيل تخدمت الأسلحة لقتل الفلسطينيين وبالتالي أصبحت ليست شريك في الجريمة ولكنها لابد أن تعاقب أمام المحكمة الجنائية الدولية كفاعل أصلي مثلها مثل إسرائيل طيب دكتور حامد كأستاذ للعلاقات الدولية ومحللا سياسيا ترى أنه تصدير الأسلحة إلى هذا الكيان المحتل في ظل ما يقوم به من جرائم من الممكن أن يكون يعني يدفع للإدانة ولا أنه يذهب في إطار اتفاقات دولية ما بين دولتين معترف بيهم للأسف أن أصلي معترف بيهم معترف بيهم في الأمم المتحدة ومن أغلب المؤسسات الدولية وأنها اتفاقات وتجارة مشروعة ومعروفة ولا يمكن التراجع عنها هناك شقير رئيسيين لابد أن نتحدث عنهم هل ما نشاهده الآن هي حرب بالمعنى حرب عسكرية بالمعنى المفهوم أو بمعنى يعني جيش ضد جيش ولا جريمة إبادة جماعية بيتم استخدام جيش كامل عتاده وسلاحه ضد إبادة المدنيين وده ده للقاطع على أن تصدير الأسلحة لإسرائيل في مثل هكذا توقيت لاستخدامها ضد إبادة المدنيين ضد قتل المدنيين ضد قتل الأصال ضد قتل النساء ضد استهداف المنشآت والمستشفيات أو حتى ضد استهداف من يريد الحصول على مساعدات إغاثية التي شاهدنا أن إسرائيل استخدمت السلاح على سبيل المثال في قصف المستشفيات نحن نتحدث عن 36 مستشفى في قطاع غزة تم تدمير 24 مستشفى وهدم الباقي ما تم فيه مستشفى الأهل المعمداني بقصف المستشفى ما تم من استهداف شارع رشيد أو ضوار رشيد واستهداف المدنيين العزل الذين كانوا من المفترض أن يحصلوا على المساعدات الإغاثية والإنسانية كل ذلك تم بيئة الأسلحة التي تم تصدرها من ألمانيا ومن الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل وبالتالي تعاقب هذه الدول لأنها تشارك إسرائيل بشكل واضح في الجريمة لأن إسرائيل لا تمارس حرب طبيعية بينها وبين جيش وجيش آخر ولكن بين جيش وبين مجموعة أو شعب أعزل ليس لديه من السلاح ليس لديه من العتاد بل يتم استهدافهم في كل بقعة من بقاع غزة كدليل قاطع على أن هناك خطة ممنهجة من دولة الإحتلال الإسرائيلي لتنفيذ إبادة جماعية أو حرب كاملة لألا تكون هناك حياة في غد تشكرك جدا جدا دكتور كل صحبك طيب مرة تانية دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية المرموق وهذا كان حديث حول ما تقوم بها ألمانيا ووجهة نظرني كراجوة أمام محكمة العدل الدولية بخصوص هذا الإتهم والمتعلق بالإدان